الأرقام كبيرة جداً يا دكتور بتؤكد أن الدولة وقفت أو عملت نوع من أنواع التنظيم تدخل الدولة الأول فيما يتعلق بالتنظيم كان عاملت زي نعرفنا كلها جهود تنموية كلها جهود تطوعية لكن في حد يقول لك ده الدولة اللي عملت هي الدولة اللي عملت ولا الدولة اللي نظمت لا وخليها الأول بس عشان ناخد موضوع من بدايته أي يمكن في 222 في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أن عام 222 عام منظمات المجتمع المدني فإحنا ساعتها يعني كجمعيات أهلية ومؤسسات قلنا ده بالنسبة لنا تشريف وتكليف تشريف أنه قناعة فخامة الرئيس بطور المجتمع الأهلي كلاعب رئيسي في مسلس الستين مية والتكليف أنه بيه مسؤولية كبيرة جات على جماعيات الأهلية والمؤسسات والاتحادات ومن هنا يمكن أول لقاء وتم في مارس عشرين اتنين وعشرين 24 جمعية ومؤسسة ألية مع الاتحاد العام للجامعيات والمؤسسات على طاولة واحدة ولأول مرة وده أننا انتفق طبعا جهودنا كلنا كل واحد بشغل واحدة وزي ما حضرتكم وقلتهم المقدمة أن الجهود قد تكون مبعثرة وفي بعض الناس تحصل على أكثر من خدمة وفي بعض الناس محرومين من الخدمة فقلنا طيب نبدأ نشتغل بداية العملية وبداية قصة النجاح ميساق عمل للتحالف الوطني تمامي ميساق عمل وقعنا عليه كلنا الـ 24 جمعية ومؤسسة مع الاتحاد العام وهي كبرى لمؤسسات والجمعيات وكان ليس الأمر قاصرا على جمعات وؤسسات كان معنا بيت صدقات الإمام الأكبر معنا المعادة القوم الأورام بفروعه يعني بضاف الجمعيات كبرى الجمعيات والجمعيات والأهلية البروتوكول ده كان عبارة عن عدد من يعني الناس ما يعتقد انها جمعيات مثلا انت معك كل الأشكال الخير أو التبرع المعادة قوم الأورام ده عتقنوجة حكومية ده علاقة بالأمار من الأورام الضبط موضع عشان كده حيترد بعدك شوية حنرد ان في بعض الناس يقول لك الله طب ما هو ده الموجود ده التحالي التحالي العام هو نفس الكيان لا مش هو نفس الكيان ومش نفس الكيان مختلف لانه بيضم كيانات كامعيات او مؤسسات او شخصيات طبيعية او شخصات اعتبارية ملهج مش بالضرورة تبقى جمعيات او مؤسس اهلية ممكن اشخاص طبيعيين او اشخاص اعتباريين ينضموا للتحالف وده قيمة التحالف ان احنا نوصع قاعدة المشاركة المشاركة مش قاصرة على جمعيات ومؤسسات عشان تبقى الامور راضحة عشان كده هو اسم تحالف ومسموش جمعية ومسموش مؤسسة ومسموش اتحاد فجينا بعد كده كان المساق التحالف ده ركزنا فيه على نمر واحد ان يكون هناك مساق اخلاقي بين اطراف اللي حيوقع المساق اتنين تكون في قاعدة بيانات واحد احنا كان نفتقد ان فيه ما عندناش قاعدة بيانات واحد فقاعدة البيانات دي حطتها مؤسس حياة كريمة مع وزارة التضاري الاجتماعي مع هيئة الرقابة ادارية حددت لنا خريطة الفقر او الاسر اكثر احتياجا على مستوى الوطن بالتفصيل المملم اتنين ان يكون هناك تبادل خبرات انا بتميز بخبرة في مجال معين حلوك بتتميز في مجال اخر حضرتك بتتميز في مجال ثالث بنتبادل الخبرات بنبدأ نشتغل فيه انشطة مشتركة بنبدأ نعمل قوافل مع بعض بنبدأ نعمل مشروعات مع بعض